المحروقات حقيقة ما ليس لدي فكرة عن موضوع المحروقات هي بعهدة السيد وزير النفط نعم هي وزير النفط هي بعهدة السيد وزير النفط يوجد إشكالات حسب علمي بسبب خروج بعض المناطق عن السيطرة لجماعة قصاد في مرحلة ما هي خاضعة الآن للتفاهمات وهي خاضعة للإرادة السياسية للحكومة الجديدة طيب بشكل شخصي مع علي الوزير كان لديك خطط يمكن وضعها باعتبار تعرف أن دائما كان يولام رئيس الحكومة ويولام وزير التجارة كل الاتهامات تدور حولكما ولا أحد يستطيع أن يصل إلى من هو المتسبب هو رأس النظام وهو رأس الدولة إلى أي حد بالفعل كان لديك خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع من أجل الإنسان السوري وبالتالي كانت تواجه بعراقيل وبمحسوبيات حقيقة أنا معين جديد ثلاثة أشهر في وزارة التجارة الداخلية منذ بدء التعيين وخلال أسبوع من التعيين قمت بإطلاق حوار شامل في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية لتعديد المنظومة التجارية كاملة قانون الشركات، قانون التجارة، قانون حماية المستحرق، قانون علامات التجارية وهكذا كان الحوار ضم آلاف المشاركين من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية من الخبراء، من القانونيين، من الأكاديميين تم الاستعانة بقوانين هديثة في المملكة العربية السعودية، في الأردن، في مصر كونها تشبه الفعالة السورية فيما يتعلق من الناحية الديمغرافية، من الناحية الأقليمية، من الخصائص بدأنا بالتوصل إلى نسخ نهائية، ما لم يتم تحديث البيئة التشريعية يوجد إشكالية في سوريا كان دائماً الخطوة الأخيرة هي الإشكالية فيما يتعلق بتحديث البيئة التشريعية عندما يحدث تدخل وهي تحدث في بعض أنحاء العالم، ولكن في سوريا بشكل أعقد لصالح لوبيات معينة أو مصالح ضيقة معينة ما كنا نعمل عليه النسخة الأولية التي كانت بحاجة إلى إقرار طبعاً مسار طويل للإقرار كانت على ما نعتقد تلبي الحاجة تضع سوريا في نطاق القوانين التجارية الحديثة العالمية مع المئزة الأقليمية والسورية بحدود 5 إلى 10% وهو أمر طبيعي في كافة البلدان العالم فكنا على طريق تصويب هذا الموضوع لسبب بصراحة لأنه لم يكن هناك خيار آخر ما لم نقم بوضع سوريا على مسارها التاريخي الصحيح كانت ستنهار المنظومة الاقتصادية كلياً خلال الأشهر معدودة مع علي الوزير خلال الساعات الماضية الحديث فيما بينكم البين أنتم أعضاء الحكومة والوزراء بعد هذا القرار من إدارة العملية العسكرية باستمراركم حتى تسليم الوزراء وغير ذلك إلى أي حد هذا فاجأكم إلى أي حد شعرتم بأن المسألة هي مسألة تغيير مع بقاء مؤسسات الدولة حقيقة لم نفاجأ كان في حوار مع السيد رئيس مجلس وزراء في الرابعة صواحان وتم توافق على أن نقوم بتقديم طرح لحكومة انتقالية ضماناً لاستمرار العمل المؤسسي قام السيد رئيس مجلس وزراء بإطلاق تصريحه قمت تالياً بإطلاق تصريحي لم تكن مفاجأة بصراحة لأننا رأينا ما حدث في حلب وحماء كان هناك من الواضح آلية مدنية قضارية لانتقال السلطة من الواضح جداً أن هناك كان ترتيب لضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة في حلب وفي حماء كنت شخصية مشرف على هذه العملية في حلب وفي حماء وبالتالي لم نتفاجأ بهذا الموضوع في دمشق كنا متأكدين أن هناك من يحرص ويعلم ويعيد أن استمرار مؤسسات الدولة هي الضامن الوحيد لعدم الوقوع بالفوضى والحمد لله كان هناك مبادرة لحقت من أغلب السادة الوزراء وقبلت برد آني وسريع ومريح وشجع الجميع على التعاون من الإدارة السياسية والعسترية الجديدة مما أدى إلى حالة من الارتياح والآن يوجد تعاون كامل الهدف هو مصلحة المواطن الهدف هو الحفاظ على المؤسسات الهدف هو الحفاظ على ما تبقى من سوريا للأسف الشديد طيب معالي الوزير كان الأسد يدفع ثمن حاجياته عندما يشتري أغراضا لما هو موجود لديه في القصر ومن هم معه لا تقيقة لا أعلم يعني ليس لنا علاقة بهذا الموضوع خلال ثلاثة أشهر عملي في الوزارة لم أتعرض إلى أي مشتريات مرتبطة بالقصر الجمهوري فلا أعلم بسبب ما أعلمه أن مشتريات منزلي أدفعت يتم تزديد ثمنها يتم تنفيذها بشكل مباشر؟ والله المدعم هي يعني مستمرة طيب 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 عائلة اقتصادية معالي الوزير إن ما طلب منك أن تستمر في عملك وزيرا للتجارة ضمن الإدارة الجديدة والانتقال الجديد ماذا يقول الأستاذ عماد الدين المنجد؟ بصراقة أنا لدي قناع كل إنسان يسر لما سخر له أنا كنت صاحب مشروع لكتدمة سوريا قبل أن أكون وزيرا أنا أول عمل حكومي لي على فكرة من سنتين أنا كنت أعمل في القطاع الخاص والقطاع الأهلي 25 عاما سيئلك السيد موسيقى سيئلك اشتركوا في القناة